مرحبا بكم في فيديو جديد من برنامج صحبة أمال لعلاج التواحد في أمريكا اليوم سنشرح الصفة الخامسة من صفات التواحد وقلنا أن صفات التواحد كثيرة ومنذ بداية سنة 2023 بدأنا نشرح كل صفة من صفات التواحد في فيديو خاص هكذا يستطيع العائلات الجدد المتابعة معنا الصفة الخامسة هي المشي على أطراف أصابع الرجلين ماذا يعني ذلك؟ أنا أشرح للعائلات الجدد ماذا يعني ذلك؟ المشي على أطراف أصابع الرجلين يعني أن الطفل لا يضع كامل رجله على الأرض أثناء المشي نقصد المشي العادي حتى تفرق بين المشي العادية وبين المشي الغير عادية تضع طفلكم مع طفل في سنه وتلاحظوا طريقة مشيه على كل حال المشي على أطراف الأصابع لا تخص فقط أطفال توحد ولكن فيه بعض الأطفال لديهم مشاكل عضوية في الأصابع أو القدم وهذا يؤثر على الأعصاب السفلية وبالتالي يبدأ الطفل يحاول التهرب من الألم ويرفع قدمه عن الأرض يعني من الأسباب من أسباب المشي على أطراف أصابع الرجلين هي الأسباب العضوية كما دائما نشرح أنه يجب البحث عن الأسباب لماذا طفلي يقوم بهذا التصرف لماذا يقوم بهذا السلوك الغير مرغوب فيه لماذا هو مختلف دائما نبحث عن الأسباب ومن الأسباب قلنا هي الأسباب العضوية يعني يكون فيه مشكل عضوي في الرجل هذا ما يجعل الطفل يمشي بطريقة مختلفة من الأسباب الأخرى هي أسباب حسية يعني يكون الطفل يعاني من مشاكل حسية لللمس في القدم يعني ممكن فيه يعني هنا المشاكل الحسية فيها أيضا فروع وأنماط فيه بعض الأطفال مثلا إذا كانت الأرضية باردة لا يستطيع المشي فوقها إلا إذا كان لابس حداء وفيه أطفال للعكس وفيه أطفال للعكس إذا كانت الأرضية ساخنة لا يستطيعون المشي فوقها وإنما يفضلون المشي فوق أرضية باردة أقصد بدون حداء يعني المشي حافيا فيه بعض الأطفال أيضا لا يستطيعون مثلا المشي بالحداء ومنهم ابن أيضا كان لديه مشكل في لبس الأحدية كان يفضل المشي حافيا هذه من المشاكل الحسية أيضا ومنذ بدأ المشي بدأ يمشي على أطراف أصابع رجليه كان عمره سنة وكل طفل يختلف يعني على حسب المشاكل وعلى حسب المنحنة تطور النمو كل طفل لديه تطور النمو ويختلف من ذكر إلى أنت كل طفل يختلف عن الآخر ويختلف هذا المنحنة منحنة تطور النمو من الذكر إلى الأنت وكنت صورت لكم المنحنة سابقا يعني كيف يراقبون تطور نمو الطفل منذ الولادة من حيث الطول من حيث الوزن طريقة تطوره يعني متى بدأ الحب متى بدأ يحاول المشي متى بدأ الخطوات الأولى في المشي متى بدأ يجري يعني كل شيء المحيط أيضا محيط الدماغ إذا كان صغير إذا كان كبير عن الحجم الطبيعي كل شيء الطول إذا كان طويل أكثر من اللازم قصير أكثر من اللازم أيضا الميزان إذا كان ميزانه زائد أو كان الميزان ضعيف جدا عن الطبيعي يعني عن المستوى الطبيعي كل هذه العوامل تؤثر على الطفل وتؤثر على الأعصاب الموجودة في الجسم ككل طبعا طرق العلاج كنت شرحتها بالتفصيل في بت مباشر سابقا فقط أدخلوا للقناة من جهة البت المباشر وضعت العنوان علاج الأطفال الذين يعانون من المشي على أطراف أصابع الرجلين وكنت شرحت وكان فيه أمها تحضروا لديهم أطفال لديهم نفس المشكل فيه أمها توصلوا إلى مرحلة العملية الجراحية يعني كما قلت يجب البحث عن السبب إذا كان سبب عضوي ويحتاج إلى عملية جراحية لازم عملية جراحية وبعدها تأتي فترة النقاها وفترة المساجات للأرجل وأخيرا يعني إذا كان الطفل فقط لديه مشاكل حسية مثلا إذا كان فقط مشاكل حسية يحتاج إلى علاج فيزيائي فقط وليس إلى علاج طبي علاج فيزيائي يكون فيها مصاجات يكون فيها بعض التمارين مثلا المشي على الرمال الدافئة في البحر أو المحيط مثلا المشي على أسطح مختلفة وكنت صورت لكم أمثلة كثيرة داخل المنزل وصورت لكم خارج المنزل أنشطة وكيف تتعاملون مع الطفل بأشياء بسيطة يعني لا تحتاج إلى أشياء كثيرة حتى تدربوا طفلكم وتخففوا عنها إذا كان مشاكل حسية قلت إذا كان مشكل عضوي لازم طبيب يعمل أشيعة للرجل ويرى إذا كان فيه مشكل عضوي داخلي يحتاج إلى عملية جراحية أو إلى علاجات طبية فيه إيبر فيها أيضا حداء خاص يصنعون حداء خاص للطفل إذا كان لديه مشكل عضوي أو كرر عضوي وليس حسي المشكل الحسي لا يحتاج إلى أشياء مثل هذه فقط علاج فيزياء من مصاجات من تمارين وتدريبات خاصة بالرجل هكذا يستطيع التعود على المشي يعني بطريقة عادية من الأسئلة التي دائما يسألونها الأمهات الجدد في عالم التوحد كيف أفرق بين إذا كانت هذه صفة من صفات التوحد أو هي فقط الطفل يلعب ويفعل ذلك هو إذا كانت صفة من صفات التوحد أكيد حتى الأعمى ويراها لأنه سيبدأ يعملها طوال النهار وفي كل مكان داخل المنزل خارج المنزل في كل مكان في كل مكان طوال النهار يعني أي شخص يستطيع ملاحظة ذلك هذه هي التي تكون صفة من صفات التوحد لأنها أصلا تكون تكرارية تكون صفة تكرارية يعملها بدون توقف لكن إذا كان فقط طفل لا يعاني من اضطراب وكان يحاول يفعل ذلك فقط للاستمتاع مثلا يرقص أثناء رقصه مثلا يكون يستمع لأغنية ويبدأ يرقص يقف على أطراف أصابع رجله في بعض الأحيان أو فقط عندما يسمع موسيقى ويبدأ يرقص هنا طريقة عادية يعني حركته عادية ليست صفة من صفة التوحد في أمهات كوتور فقط يرون أطفالهم يلعبون فيظنون بأنه لديه صفة من صفة التوحد ويبدأون يبحثون يبدأون بالبحث في صفات التوحد لأنهم يخافون من هذا الموضوع كثيرا لأن التوحد ليس سهل طبعا لكن قلنا أن صفات التوحد كثيرة لذلك نحن نشرحها حتى يعني يفهم العائلات كيف يفرقون بين صفات التوحد وبين أن طفل يلعب ويستمتع بوقته فقط الطفل الذي ليس لديه اضطراب بمجرد أنك تقول له امشي بشكل عادي سيمشي بشكل عادي لا مشكلة لأنه لا يعاني من مشاكل حسية لا يعاني من مشكلة عضوي ليس لديه اضطراب أو متلازمة لذلك لا مشكلة لكن الطفل إذا كان لديه توحد يأخذها كحركة استمرارية حركة تكرارية حتى إذا ليس لديه مشكلة حسي في رجله سيأخذها كحركة تكرارية وسنشرح الحركات التكرارية في فيديو آخر لأنها صفة من صفات توحد أيضا هذه الصور من ولاية مين في شمال أمريكا استمتعوا بالمناظر الخلابة في الطبيعة والتلوج وأمطار نحن في فصل الشتاء والحمد لله في أمطار غزيرة أسبوعية وأيضا تلوج تلوج تقريبا كل يومين ثلاثة فيه تساقط تلوج أيضا لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة إذا كنتم عائلات جدد أو مختصين جدد وشكرا للجميع وأي أسئلة أكتبوها في التعليقات لنجيب عليها أثناء شرحنا للفيديوهات أو في الفيديوهات القصيرة أيضا أو عبر منشورات في صفحتي على الفيسبوك أوتيزم أل جي و سي نهاركم مبارك والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة